أعلنت هيئة الدواء عن انطلاق فعالية الملتقى الحواري الثاني حول مستقبل صناعة الدواء في مصر والذي يؤقد بمحافظة الأقصر ولمدة ثلاثة أيام وأشرت الهيئة إلى أن الملتقى يأتي في إطار تعميق الشراكات مع صناعة الدواء والمؤسسات الدولية والجهة الرسمية ومنظمات المجتمع المدنية العاملة في مجال الصحة العامة وخاصة في مجال دعم وتطوير صناعة الدواء وذلك من خلال مد الجسور للحوار كما أوضحت الهيئة أن اختيار الأقصر لتنظيم هذا الحدث المهم يأتي في إطار توجهات الدولة نحو دعم وتنمية الصعيد وكذلك الترويج للمناطق السياحية والأثارية